طيب هنروح ليه شباب كرة اليد؟ شباب كرة اليد 2002 الحقيقة اللي دايما نتابعهم عشان حاجة مهمة ان 2002 هم اللي بيدعموا الفريق الدرجة الاولى في حالة غياب احد المراكز نتيجة الاصابة نتيجة اي شيء غاب لاعب في الدرجة الاولى بيكون اول فريق بيدعم الدرجة الاولى هو فريق 2002 فريق شباب النادي الاهلي الكرة اليد موليد 2002 استمر في تقديم عروضه القوية بدون شك بعد ان تغلب على ضيفه فريق ديلفي في المواجهات التي اقيمت بين الفرقين ضمن منافسات بطولة الدوري العام استضافت صلاة الامير عبدالله الفيصل بمقار النادي الاهلي بالجزيرة المباراة التي جاءت حماسية وقوية قبل ان يتفوق خلالها فريق شباب الاهلي وانتهي اللقاء لصلاحه 37-14 قدم شباب كرة اليد بالاهلي اداء قوي ومتميز زي ما قلت لحضراتكم المتميز طبعا بالدفاعات المحكمة والمرتدات السريعة اللي بيبقى عليها اساس كرة اليد دلوقتي دفاع جيد وهجوم خاطف وده اساس كرة اليد انهاء الهجمات بشكل جيد الف مبروك نتمنى طبعا الفوز والاستمرار بالمناسبة فريق كرة اليد النهاردة منتخب مصر مستمر او بلعب التشيك في اول مباراة ودية التي يخضها منتخبنا الوطني كرة اليد في فرنسا قبل ان يتوجه الى السويد لخوض مباراة كأس العالم او بطولة العالم ان شاء الله التي ستنطلق باذن الله بعد اسبوع او عشر تيام يمكن من الان والنشوط الاول النتيجة خلصة عشرين تلاتاشر عشرين تلاتاشر منتخب مصر يتقدم على التشيك في اولى مباراة الودية في فرنسا ولو المباراة يعني شغالة واحنا معاكم اكيد هندي لحضراتكم تحديث للنتيجة كل التوفيق لكرة اليد ويا رب ان شاء الله مدالية ليه لا احنا رابع لعالم ترتدنا الرابع نحلم بمدالية اكيد ده حاجة مشروع وحق مشروع لمنتخب مصر واستحقكم بالمناسبة